المشاهدون والمستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يصرنا نرحب بكم عبر الفضائية المستقلة في بداية برنامجنا لهذا اليوم الاثنين الموافق الرابع عشر من اغسطس عام الفين وثلاثة وعشرين والذين استهلوا كالمعتاد بنشرة الاخبار اليكم فيما يلي عنوينها تحركات الناشطين الاريتريين ضد مهرجانات الهجدف في جيسن الالمانية تحقق اهدافها مقتل عدد من السودانيين واصابة اخرين خلال اشتباكات قبلية في دارفور غربي السودان والحكومة الصومالية تعلن مقتل ثلاثة وعشرين من مقاتلي حركة الشباب في ولاية جنوب غرض الصومال كانت تلكم سيداتي سادتي عنوين الاخبار وإليكم التفاصيل من ارسات الفضائية المستقلة ادت تحركات الناشطين الاريتريين في مدينة جيسن الالمانية الى تحقيق اهدافها في اضعاف قدرة نشاط مجموعة هجدف في المانيا وتضيق الخلاق على برامجها التي اعتادت على تنفيذها عشرات السنوات دون عوائق وفي هذا الصدد اعلنت الجهة المالكة لقاعة الاحتفالات التي ظلت المجموعة تقيم عليها انشطتها في السنوات السابقة بانها لن تؤجرها لمجموعة الهجدف مرة اخرى يذكر في هذا الصدد ان ادارة مدينة جيسن كانت قد اصدرت قرارا في وقت سابق بالغاء حجز القاعة لمهرجان الهجدف قبل ان تلغي المحكمة القرار بعد شكاوى قاوى بها انصار النظام الى المحكمة وحينها شهد المهرجان مواجهات دامية بين النشطاء وانصار النظام مما ادى الى تدخل الشرطة وتأتي هذه الخطوة توجيا للتحركات الواسعة التي يقوم بها الناشطون الاريتريون في اوروبا والولايات المتحدة الامريكية وكلد هذا العام في بادرة غير مسبوقة في مواجهة انشطة النظام الاريتري في الخارج والتي داب النظام على اقامتها في فترة الصيف من كل عام تحت مسميات مختلفة وذلك بهدف جمع الاموال التي تسهم في استمرار قمع الشعب الاريتري وتطيل من بقائه على عرش السلطة وقد ادت هذه التحركات الى قلق النظام وخوفه من تداعياتها مستقبلا واصبح في موقف دفاع عن نفسه لأجل تحسين صورته امام انصاره بعد ان قام الناشطون بتعريته امام الرأي العام وهو ما جعل وزير علام النظام يماني قبر مسقل يستغل الاحداث التي صاحبت هذه التحركات ويصف الناشطين بانهم ارهابيين مندسين تارة وانهم اثيوبيون من تجراه هاجروا الى اوروبا عن طريق برنامج مفوضية الهجرة الاثيوبية تارة اخرى وهي عادة درجة عليها النظام كلما صدم بتحدي لا يستطيع مقاومته وذلك بتبريراته الممجوجة والمتمثلة في ان ما يتعرض له هو مؤامرة خارجية تهدف الى زعزعة استقرار ايرتريا وهو يدرك تماما انه من زعزع استقرار ايرتريا ووضع مصير البلاد في منحدر خطر بتدمير بنية الدولة واقتصادها وافتعال الحروب وتهجير الشباب واذلال من بقي منهم باعمال السخرة الابدية قتل عدد من السودانيين واصيب اخرون السبت خلال اشتباكات قبلية في دارفور غربي السودان ونقلت وكالة الاناظر عن شهود عيان ان عشرات الاشخاص قتلوا وجرح اخرون جراء اشتباكات قبلية بولاية غرب دارفور على الحدود مع التشاد وحسب الشهود فان الاشتباكات اندلعت بين قبيلتين البني هلبة العربية والمساليف الافريقية بولاية غرب دارفور هذا وتساعدت اعمال العنف ذات الدوافع العرقية في دارفور بالتزامن مع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي اندلعت في ابريل نيسان الماضي وفي الاثناء افادت مصادر طبية للاناظر بمقتل ثلاث نساء واصابة ستة اخرين اثر سقوط قذائف صباح الاحد على حي دريج بمدينة نيالة حاضرة لاجنوب دارفور وذلك اثر تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وطبقا للمصادر في ان القصف العشوائي امتد الى احياء المدينة هذا وتشهد ولاية دارفور منذ اندراع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اشتباكات مسلحة خاصة في مدن نيالة والجنينة وزالينجي وكاس ومدافوق وكتم فيما لا تزال معارك الكر والفر بين الطرفين مستمرة في العاصمة الخرقوم مع تصريحات كل طرف بالحاقة سائرة فادحة بالطرف الاخر من جهتها حذرت الامم المتحدة من تداعية الوضع الانساني المتفاقم جراء نقص الغذاء والدواء وابدت قلقها من تفشي الامراض والاوبئة في النبي الاخير لهذه النشرة اعلنت وزارة الدفاع الصومالي ان الجيش السومالي قتل 23 من مقاتلي حركة الشباب في ولاية جنوب غرب الصومال وقالت الوزارة ان ثلاث عمليات عسكرية تم تنفيذها في منطقة بولا فولاي في اقليم باي بولاية جنوب الغرب ادت الى تدمير قواعد لحركة الشباب وقالت الوزارة في بيان مقتضب تم القضاء على 23 ارهابيا بينهم قائدان وشملت الاهداف نقطة تفتيش ومرآبا لجمع المتفجرات ومكتبا اداريا يستقدمه القادة هذا وتشن القوات الحكومية هجماتها بشكل مكثف ضد حركة الشباب منذ علان الرئيس حسن شيخ محمود حربا شاملة ضد المسلحين في العام 2022 بهذا اصلوا اياكم سيداتي سادتي الى ختم هذه النشرة تقبلوا تحياتي محدثكم ادريس سليمان خليفة في الترجمة والتحرير والتقديم مقرونة بتحية الزملاء في القسم العربي احمد شريف في الاشراف المتابعة وعود تسويها النسكداني في الاخراج والمنتاج وإلى نلتقيكم مجددا في نشرة قادمة لكم مني أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة